رغم الظروف الصعبة مثل ما كنا عم نحكي في ناس عم بتقوم بمبادارات فردية اليوم ضيفتنا هلا دحروش راح تحكينا اكتر علي بانتراك في كتير اشخاص بيعرفوا هذا البيتج على الفيسبوك في اشخاص بعد ما تعرفوا علي اليوم راح ناخد كل التفاصيل معك هلا يسعد لصباحك موجود شو اخبارك هلا الحمد الله كيف نجرب نضاء البقاء قد ما فينا عم نجرب نصارع تنضل نساعد بعضنا ونضلنا قدرين نكفي بهال الظروف اللي صايرة عن جد غير محمولة وكتير صعبة هلا عارفين اكتر على ليبانتراك كيف بلشت الفكرة ليبانتراك مبادرة كتير عفوية طلعت يعني بلا سبق ولا تصميم ولا ما كنا مجتمعين ما كنا جروب واقع هيك بلشت مثل ثورة شخصية مثل صرخة ضد كل شي عم بيصير ان كلنا ما عنا قدنا حقوقنا وبدنا نجرب نساعد بعضنا ونقف حد بعضنا بهالأزمة فصلة التواصل الاجتماعي هي الشغلة الوحيدة البعضة مجانية بين ايدينا يعني شفنا انه بلشت يمكن شعاعت الثورة بلشت من الواتساب وفيسبوك وواتساب هني عم يوصلونا ونقدر نلاقي بعضنا وكل اللبنانية فعلا عندهم هالنخوة وهالروح حلوة انه بدنا نساعد بعضنا بدنا نقف حد بعضنا عم نشوف انه في ناس كتير محتاجين كيف بدنا نلاقيهم افضل طريقة نلاقيهم على السوشيال ميديا بين ايدينا فبلشت فكرة اول شي كمقايدة مقايدة خدماتنا لانه كلنا عن جد صرنا بوضع انه حتى الطبقة الوسطى صارت تعبانة فنجرب نلاقي بعضنا ما نستعمل هالسامبولي اللي هو المصاري اللي صار كتير منه موجود وبعدين اتطورت لانه الازمة عم تكبر والحالة عم بتكون كتير تعبانة ومش قادرين الا ما نجرب نلاقي حلول لكل الازمات اللي هم نقطع فيها نعم والحلو هلا انه بظرف او بوقت كتير قصير ليبانتراكسات العالم عم تحكي فيها اكتر على المواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على فيسبوك اذا مش غلطاني مضبوط هو لانه جروب فيسبوك اساسيا يعني هو البلاتفورم فيسبوك وحمد الله لانه عم عن جد يعني نحنا بكل عفوية وبكل صدق وبلا فساد عم نجرب نلاقي حلول لكل المشاكل اللي عنا اياها فالناس عم بتحس بهالشي بهالصدق بالتعامل وبهالمبادرات اللي عن جد عابلنا نساعد بعضنا بلا اي مقابل بلا اي مقابل مع انه يعني الحالة صايرة على الاخر تعبانة وبدنا نجرب نضل بصراع يعني عم مثل كأنه استلمنا مسئولية كتير كبيرة صارت بين ايدينا استلمناها تنقدر نعمل فرق مضبوط مع الامكانية الضئيلة بين ايدينا نحنا كشعب صحي نعم نعم نعمل شغل الدولة مضبوط شغلة نحن شعب يتيم بظل غياب الدولة التام ومنهم قادرين يعملوا شي تاي ساعدونا بدنا نجرب نحن يعني استلمنا مسئولية متطوعين نحن شعب متطوع غم يخدم بعضه لأنه اللي لازم يخدمونا مش مش فضيلنا صح طب هلا خبرينا شوي بليبعد راك شو منلاقي هل من حاجيات او اغراض ممكن الشخص معاد بحاجة لقلب يعرضه على هيدا الصفحة مضبوط هو المبدأ الاساسي انه كتير عملية وبراتيك لقصة انه كلنا عنا غراض بنكون شرينا او زغرة اولادنا او فينا نتبدالها تندل هال مثل ريسايكلينج هالدورة سليمة بدل ما ما نقدر رايحين نشترق اشياء جديدة نتبدالها بين بعضنا تنقدر انه بدل ما نكب غراض او شي حتى حتى خدمات لازم واحد يعرف يقدم خدماته بلا ما يطلب هال هالمساري الكاشي اللي ما بقى موجود او في طلب يمكن هالسعر بس البسيط مثلا انا لاحظت فيه اشخاص بيقولوا انه ممكن امن هيدا السيرفوس او هيدا الخدمة بس بهيدا المبلغ هنه احنا عم نشجع ما منخلي على البيج يطلع الا يلي عم بيجربوا يعملوا شي بايدا ببيتا مثلا النسوين الارامة اللي عم تطبخ ببيتا عم يخلقوا بزنس جديد شغل ايدا اشياء اشغال يدوية بس مش تجارة يعني ممنوع ينزل ولا بوست يكون حدا سلع عم يبيع بمساري بس اللي عن جد بدل ما نجمع تبرعات تنساعد عيال فيها تكون عم تعمل تخلق شي جديد بين ايديا منجرب نشجعها وإلا عن جد يعني كاتر خرق الله ما بعرف مثل في قدرة عم بتساعدنا انه نضل في نلاقي حدا كل يوم بوعه بقول انه ان شاء الله يكون بعد لقي حدا قدر يساعد لانه كلنا صرنا تعبانين وبنضل نلاقي حلول وتتفاجأ انه عن جد في ناس يمكن منا مرتاحة مديا بس عن جد عم بتساعد غيرها هيدولي اكثر شي باسترو فينا ودغري بيجابوا على الشخص يعني مبارح كنت عم شوف شوي التفاعل على الصفحة شخص مثلا بحاجة يمكن لسيرفيس او لخدمة معينة خلينا نقول بالبيت بتلاقي العالم كلها ردت عليه او عنده شكله هالروح اللي كلنا بنساعد بعضنا يعني اذا بدك ليدنك باي اكزامبل نحن القيمين على الصفحة صرنا مجموعة هيك مثل عيلة كم فرد تقريبا المسؤولين عن الصفحة الشيء انه هلقا بيتغيروا لانه في كتير ناس ما بيقدروا يضاينه يعني الناس اللي بلشوا بالأول معي واللي بقديلهم تحية كتير كبيرة او اللي يساعدوني بمرحلة من المراحل اوقات بيرجعوا بيرتاحوا شوي بينسحبوا شوي هلأ احنا الشيء بس ست سبع اشخاص مسؤولين ولازم كل باست قبل ما يقطع نشيك عليه ونشوف كمان تا ما يكون فيه فساد وفيه منقصمهم باي طوبيكس هنا عم نشوف الطوبيكس بدى متابعة لصفحة بدى متابعة كتير لانه ما بدنا نقطع لبرة ولا طلب يكون فيه اي نوع ولا تنصيب ولا احتيال ولا شيء بتعرف ان احنا كل المجتمع اللبناني ممثل على هالجروب ما فيها نرئب مين عم يستعمل الصفحة مشان هيك من رئب ما منخلي شيء يطلع بوستنج إلا ما نكون نحنا مشايكينه ومرئبينه يعني انا بدي حايل كلهم وكل شخص عم يشتغل مظبوط عبر هالصفحة يعني عم بيكونوا عم بيشيكوا الوصفات الطبية وقاتل الشخص ما بيعرف انه هالشي مغطى من الوزارة او حتى ممكن استشارة يعني ممكن يكون جاينا الطلب انه بدي عملية لامة وبتكلف مليونين وما بعرف من اجل مليونين نحنا يمكن بحلول قبل ما تنشر منحلله اياها بيكون عنا منعرف كيف يعملها مندله على البروسيدر يلي يعملها على الوزارة روح على هيدا المستشفى روح على هيدا اللابوراتوار عم نلاقي كل المبادارات الحكمة النفسية اللي عم بيقدموا استشارات مجانية يعني قد ما فينا نلاقي الحلول قبل ما نطلب من المتبرعين يتبرعوا قبل ما نعرض الحالة بس تكون وصلت يعني طب هالأشخاص المتخصصين اللي عم تحكي عنهم هالا مثلا مثل أطب نفسيين او معالجين دغري يعني تحمسوا او تشجعوا للفكرة بدون اي مقابل مادة كله متطوعين وكل الأشخاص اللي عم يتعاملوا على الصفحة اللي كانوا متطوعين الأساسيين اللي كان الناس اللي عم تعرض خدماته كله تطوع وكله هيك بس توقف حد بعضنا لأنه منا قادرين نشوف متل ما شفنا اول ما بلشت صفحة بديسابر شفنا كانوا ثلاث يام كتير صعبين رجال البنية عم بيقضوا على الانتحار لأنه ما عم يقدروا يأمنوا لقمة العيش لأولادهم فعنجد مش قبلينين أنه هالشي يصير بوجودنا أنه نحن قدمى فينا نساعد بعضنا تنقدر التكافل الاجتماعي شي كتير مهم تنقدر وأساسي لنقدر نتخطى هذه المرحلة ونكون بعقلنا يعني ما يجنلون المرحلة ما بقى عم نعرف عم نختنق صرنا والطلب عم بيصير كتير كبير فأنا كمان اللي عم يسمعوني بس يقتصروا على الأشياء الكتير ضرورية يعني يعني سايرين نحنا كتر ما عم نعمل إنجازات مفاكريننا مسؤولين مثل كأنه مفاكريننا نحنا الدولة ومسؤولين على كل مشاكلهم فأوقات بتصب عنا عن جد يعني الكتر منهم ضيقتهم وهيك بيصب عنا شوي طلبات إنه بدنا نروق شوي بدنا نخلي الطلبات معقولة بدنا نخليها كتير يعني بس عن جد ما يعود عنا ولا حل نطلب لأن إحنا عم نشتغل ليلة نهار تنقدر نساعد بعضنا نتلبوا كل هالطلبات يعني كمان تلبوا حسب الأولويات إن في أشياء بتكون كتير مهمة في لبنانيين يمين على الطريق ما بقى ما بقى قادرين يدفعوا أجار قدوتهم هي فترة مثل فاطم إذا بدك سيفراج إنه فترة كتير صعبة عم نعمل أشياء مش معوادين عليها نلاقي قواد ناطور للرجل اللبناني كان كتير مرتب وكتير أدوكي ما كانت نقبلة قبل بس بيستمنى عودة نطورة ما يدفع أجار بيته لأنه ما بقى عنده ولا مدخوله مش قادر يقعد ببيته ففي أشياء شوي عم مثل عم نأسس مجتمع جديد بفترة شوي صعبة هون عم نشوف بيت عم وحيدر يمكن كان نيم رجال لبنان نيم بهيدا الكيوسك الصغير كيف توصلته معه؟ الشاب هونيكي وصلنا حده ويشتغل حده وصل لإنبوكس على المسج طبعي خبرني عن هالحالة وقال لي أنه رجال لبناني ساكن بهالكيوسك ما عنده أدنى قيمات للعيش ما عنده ولا أكل ولا مدخول ولا شي عملنا الورشة يعني حطينا البوست على البيج إجرى المتبرعين لما نصير نلم يعني نسوق بنهار نلم خمسين ألف من هون مئة ألف من هون من بعضنا عملنا الورشة وظبطنا له إياها جوه والخشب هون أفضر عم بتشوفه أفضر بس يكون أنه بعمره يكون عنده بس هيك عايش بكرامة يعني على القليلة يعني تاخد مرتب وخزانة مرتبة ونوصل له حتى يعني في أكسبات من أمريكا بيعطت له دليفوري مرتين بالجمعة هلأ قجاج ولحمة يقدر دليفوري يتغدى كمان بشكرة كتير هون بفور عند أفتر عم نشوف أكيد ما منحب نفرج أبدا الوجوه الوجوه باحترام للكل لأنه عن جد يعني شغلكم حتى على الأرض يعني مش بس أنه متابعة على الصفحة تتأكدوا من المعلومات حتى يعني مثل ما عم نشوف شو بدي إليك هلا يعني يعطيكم ألف عافية عن جد شغل منه سهل أبدا حتى كمان لحظت أنه ممكن تأمين بعض الوظائف في أشخاص عم تطلب على الصفحة أنه هي بحاجة لها الوظيفة لو شو ما كان مثلا المردود المادة لألا نظبط أكيد نحنا منشجع أنه أكيد أهم شيء إذا لقينا شغل كتير أفضل ما نطلب مساعدات فقد ما فينا نساعد بعضنا تنلاقي يعني هو البوست بس ينزل أنه أنا بدي شغل حيالها شيء شوي صعب ينحل إذا ما كانوا عم بيحددون مضبوط ويقبلوا يعملوا بس منعرض فرص عمل قد ما فينا مننبش يعني في متطوعين كمان أوقات ما بنكونوا منعرفهم كل ما لقوا فرصة عمل مطرح بينشروها تنقدر وفي كثير بيبعثوا لنا إنبوكسة ننشروا نحنا كل شيء في وزايف تنقدر نساعد بعضنا أنت شوفي رديت الفعل بعد ما تأمنوا الوظيفة أو بعد ما تساعدوا هيدا الأشخاص وكميات الشكل وكميات المحبة عن جد بتكبر القلب هيدا عن جد حمد الله حلو يعني أنا اللي ممكن ما قالي عليه أو بعيدة عنكن مني بالصفحة بس بقرأ الكومنس أو التعليقات شيء بيكبر القلب نحتفل بس نحقق كيس كلوز تخلص وهيكي منحس أنه ارتحنا يعني هو أصلا مكافأة نحنا لأنه نحنا متضيقين ومزركين ومش قدرين نعمل شيء مش قدرين ولا نغير شيء بالوضع ولا نفل حتى يعني إذا عابلنا نهاجر ما نقدرين بقى فبهالأعمال عم نجرب نقدر نحنا نفيد بعضنا أنه نقدر نحس أنه عنا أمل أنه نضل لأنه عم نعمل تغيير صغير حتى لو هالإمكانيات المحدودة ممكن نتوسع شوي بالأفكار في شي هيكي هلأ مشاريع عم تشتغل عليها كمتطوعين ممكن تكبر ليبانتراك لو أين ممكن نوصل إن شاء الله يعني هلأ عنا مشروع أنه نكون عم نسجل أنونيا نجي أو كليبانتراك مع أنه هي بلشت مقايدة فمش كتير بس لأنه نجرينا يعني عفويا أنه ما منقدر نقول لا لشي ما قدرنا نحدى بس على المقايدة ففي مشروع نسجل أنجي أو في كتير مشاريع نشقت مننا يعني في مشروع أبليكيشن أحدى اللي كانت معنا بصفحة ماي عملت أجير تنقدر جيو لوكاليزايشن كيف في أوبر بس منلاقي مثلا سنجاري نشجار كذا بكبس أقرب شخص لقلنا لبناني كمان تنقدر يعني قد ما فينا نطلع مشاريع ونشجع لأنه مثلا كمان هلأ عم نشجع الأكسبات اللبنانية لبرا يشغلوا اللبنانية اللي بلبنان أونلاين كل شي أشغال فيها تنعمل أونلاين تنقدر نطلع مصروفنا من برا لأنه جوه ما بقى في دولار سيولة سيولة مثلا فيهم لصور بارتكولياري اللي أحب بيعلموا أولاده عربية لغة عربية أو هلأ بالصيفية اللي في كندا بأمريكا الأكسبات فيهم أونلاين أبليكيشن زوم أو شي يشغلوا يونج يونج ينفرسي ستودنس بلبنان بهالكورس ويدفعوا لهم أحسن ما يكونوا عم يبعطوا دونايشن بيكونوا عم يخلقوا فرص عمل لها التلميذ اللبنانية اللي عايزين هالمدخول فكلما يتلعوا وفي أفكار زراعة وكلنا نزرع عبليكينا وكلما يكون عندنا هيك شي مشروع نقدر هيك ننفع بعضنا عم نكون عم نساهم في قدمة هلا أنا بحييك عن جد وبحيي كل المتطوعين بليبانتراك يعطيكم ألف عافية يعني إن شاء الله بتظلكم هيك بهالهمة وموفقين بكل شي يعطيكم العافية شكرا لقالك هلا أهلا وسهلا فاصل علينا ومتابع خليكم معنا موسيقى